طيب نصائح ما بعد إجراء الحجامة أنت خلصت للحجامة فيه نصائح ما بعد بعد ما انتهت منها اه واحد تجنب تناول المشروبات اللي هي المحتوية على المنبهات مثل الكافين وغيره اللي ابعد عنها ابعد عنها عشان تبقى النتيجة والأثر بإذن الله كما ينبغي اثنين تكثر من شرب المية تلاتة استخدام المراهم الطبية لمناطق الحجامة عشان زي ما قولنا ما تتركش يعني ندبات ولا أثر ركيت ولا تغير لون في الجلد ولا يكون في مناطق صردية كده إلى آخرة تفضل تكون يعني بثارات أو ما شابه طيب بعد كده تجنب الاستحمام لمدة 24 ساعة بعد الحجامة وكمان التدخين وقف إيقاث التدخين خلي بالك معي جدا باقي نقطة بقى بعد ما بينتلك المادة العلمية ومراجعتها مع كبار الأطباء أدي بقى لي اللي الإخوة اللي ماشيين في الباب دي مش اللي بقول لإخوة المتزمين لا لا اللي ماشيين في الارتزاق دي وماشيين بقى بالورق واطبعت الورق والكيت يقول لك الأحاديث الورد ده في توقيت الحجامة يعني في الأهم المفضلة اللي عملها والأهم المنهي عنها وإيه كمان ناس بينها لسيدنا النبي محمد المنسوبة لسيدنا النبي محمد وانا بقول ما تنسى مالصح ولا النبي ولا النبي قال خلي بالكم معي جدا وخلي بالكم لحديث المنسوبة إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منسوبة إليه إيه ده قولا وفعلا في الحجامة يعني من حيث التوقيت بالنسبة للحجامة بتنقسم إلى قسمين قسم الأولاني أحاديث نص على الأيام المفضلة لعمل الحجام الثاني أحاديث نص على الأيام المنهي عن عمل الحجامة فيها يبقى هنا الأيام المفضلة للعمل الحجامة ديبلك الأيام أحاديث كتير قاوي أحاديث المفضلة بيقولك يتعامل يوم كده ويوم كده إلى آخر هذه الأمور والأيام المنهى عنها خلي بلكم معا جدا الأحاديث اللي بتنص على الأيام المفضلة لعمل الحجامة في الوردة في الأحاديث اللي بقول لكم على دي أيام 17 خاصة إذا صاد في يوم الثلاثاء و19 و21 من الشهر القمر وأيام الاثنين والخميس من أيام الأسبوع دي بالنسبة لأيام المفضلة لعمل الحجامة خلي بالك أما أحاديث الناهي عن الحجامة فأيام معانا من أيام الأسبوع اللي هي السبت والحد والثلاثاء سبت والحد والثلاثاء خلي بالك إما جاء أتكلم في حاجة زيدي وأقول لكم إيه الأيام المفضلة فيها عمل الحجامة كذا يقوم واحد شيعي جاي قطع لدي ويقوم جايب ويقوم جايب مرة تانية وأنا بقول أحاديث الأيام المفضلة لعمل الحجامة كلها لا تصح يقولك هو بنقض نفسه مرة يقول الأمن المفضلكات وهو منتج خلي بالكم مندي جدا لأن هم قاعدين جربات لتقطيع ومنتجة اللي بقوله كل اللي انتو شفتوه من مقاطع منذك عمر ما ردت عليها ولا بينتله مناني بهتم ولا أنزل هذا المستوى من خلال الرؤى النبي صلى الله عليه وسلم ويقطع ومنتج يجيب دي شفتو كذا هنا شفتو كذا العدد اختلف ودي كانت حلقة في يوم ودي حلقة بعدها فترة ببين ان كان عددها كذا ولما جينا لليوم دي بعدها كذا يوم منتج لك شفتها عدد كذا شفتها عدد كذا يجيب لك أي حاجة في المادة العلمية ويعمل كذا فانتبهوا جدا من رواف الدول لأني ما شفت أسوأ أسوأ مخلوقات من هذه المخلوقات خلاصته أحاديث الناهي عن الحجامة يقولك دفئة معانا في الأحاديث اللي هي الصحيحة يعني من أهم الأسبوع اللي هي يقولك السبت والحد والثلاثاء تبخلوا مني بقى نص أكثر العلماء الأكابر من أهل التخصص على ضعف أحاديث هذين القسمين كلها كلت الأحاديث دي ضعيفة سواء الأحاديث الولد فيه الآم المفضلة أو الآم المنهي عنه دي كلتها ضعيفة ودي كلتها ضعيفة ولم يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الهاديث المشهور اللي سعىه شيخنا العلامة عليه رحمة الله الإمام شيخ الألباني اللي هو بدايته طبعا معروف الحجامة على الريق أمثل اللي هو احتجم على بركة الله يوم الخميس واشتنب الحجام يوم الأربعة والجمعة والسبت والأحد واحتجم يوم الاثنين والثلاثاء وفيه فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعة وليلة الأربعة إلى آخره الحديث ده منكر متنا وسندا الحديث ده منكر متنا وسندا ولا يصح لذلك ضعفه الأئمة الأكابر منهم اللي ضعفوه الإمام العلامة الكبير أبو حاتم الرازي والإمام الكبير العلامة ابن حبان والإمام الكبير ابن عادي والإمام الكبير ابن الجوزي والإمام الكبير شيخ الأستمر الإمام الذهبي والإمام الكبير العلامة ابن حجر والإمام العظيم وغيرهم لو عددته منتايت خلصت وانا كده خلصت الحلقة بإذن الله جل وعلا وارجو ان كلامي يفهم بطريق صحيح يا جماعة وخلي بالكو ايه اللي بيتكلم طبعا غير كده لا التفت واذاك يقولك مبردش لعلى اللي بيقطعونه ومنتجونه لا التفت لو التفت اعطل انا بديك لسبب واحد انا اؤمن به لحد يقدر يضرني ولحد يقدر ينفعني اللي يقدر ينفعني وضرني هو واحد سبحانه وتعالى وبعدين انا مؤمن بشيء لا افعال الناس دي ولا اقولها تزدني او تنقصني لكن انا مؤمن بأن الرقب من هو ربنا الشهد من على اللي بقوله هو ربنا الحكم في نامين هو ربنا سبحانه وتعالى لذلك البيت راب يا ليت الذي بيني وبينك عامير وبيني وبين العالمين خراب اذا هان الود بيني وبينك فكل الذي فوق التراب تراب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته